قادة الميليشيات بمن فيهم أبو مهد المهندس يخططون لنشر مسلحيهم على الحدود العراقية السورية واستتساع دائرة الرفض العراقي الرسمي والشعبي لصفقة ميليشيا حزب الله مع داعش لنقل مسلحي التنظيم إلى دير الزور على حدود العراق مصدر الأزمة يكمن في أن ميليشيا الحشد التي استقبل قادتها في بغداد رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود الشاهرودي تؤيد صفقة داعش وحزب الله بإعاز من طهران التي بركتها بوصفها خطوة إنسانية رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي وصفها بالإيهانة ورفضها جملة وتفصيلة بل إن الجيش العراقي وبعد لقاء قادة في الحشد مع نائب الرئيس زعيم حزب الدعوة نور المالكي شدد أحد قادته الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله على أن القوات المسلحة لم تعقد أي صفقات مع داعش للاستسلام وكرر ما ذكره العبادي أن التخلص من تنظيم داعش وشروره هو الهدف الاستراتيجي وكان المالكي اتهم الجيش بعقد صفقة مع داعش بغية تسليمه تلعفر في محاولة لتبرير شرعية صفقة ميليشيا حزب الله مع داعش